أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كافحا يا عينصا ذكر الرحمة ربك عبده زكريا إذا ناد ربه نداء خفيا قال ربي إني وانا العلم مني واستعان الرأس سيما ولما كن بدعائك ربي شكيا وإني خبط الموالي من ورائي وكانت مراتها كراما بلي من لدنك وليا يرثني ويرث من آلهكم واجعلك ربي رضيا يا ستريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيا لنجعله من قبل سميا قال ربي أنا يكون لغلام وكانت مراتها كراما وكان ولوذ من الكمر حفيا قال كذلك قال ربك هو علي هينا وقد خلمتك من قبل ولم ده شيئا قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تقلم الناس ثلاثة عيال سويا فخرج على قومه من المحرم ومحا إليهم أن سمح مقرطا واشيا يا يحيى خذ الكتاب بكوة وآتيناه الحكم صعبيا وحنان من لدن وسكا وكان تكبيا ومر من والدي ولم يكن جمار العسيا وسلام علي يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا وذكر في الكتاب مريم إذ تماغت من أهلها مكانا شركيا ودخل من دونهم حجابا فرسلنا إلي روحنا ودمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لغلام زكيا قالت أنا يكون لغلام ولم يمسدني بشر ولم أبو بغيا قال كذلك قال ربك وعلي هيا ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملت القبان تماث بي مكانا قسيا فأجاء أهل مخوض إلى جدع النخلا قالت يا ليتني متقم لغدا وكنت نسيا منسيا فنادها من تحتها ألا تحزني قد جعل رمك تحتك سريا وهزي إليك بجدع النخلا تساكت عليك رطبا جنيا فقولي وشعما كولي واشربي وطرعين فإما تريين من المشرح فقولي إني نذرت للرحمن سوما فلن أقلم اليوم إنسيا فتنمهي قومك تحمله قالوا يا مريم لقد جيت شيئا قالوا يا مريم لقد جيت شيئا فريا يا أخي دارونما ما كان أبوكم وأبوكم رأسوا وما كانت أمك مغيا فأشار إليه قالوا كيف نقلم من كان في المهد صميا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرمي والدتي ولم يجعلني جمارا شكيا والسلام علي يوم أولد ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك إنسا من مريم قول الحق الذي فيك يمترون ما كان لله يدخن من ولد سبحانا إذا قضوا أمرا وإنما يقول له كنت يقول وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا سراط مستقيم فخدلف الأحزاب من بينهم وويل للذين قمروا من مشهد يوم عديم أسمعيهم ومصر يوم يوتون لنا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين وأنذرهم يوم الحسرة إن قضي الأمر وهم في وخلات وهم لا يؤمنون إنا نحن نلت الأرض ومن عليك وإلينا يرجعون ويقول في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذا قال لأبيك يا أمد لما تعبد ما لا يسمع ولا يمصر ولا يوني عند شيئا يا أمد إني قد جاءني من العيم ما لم يهدك فاتمحني أهدك سراطا صويا يا أمد لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصريا يا أمد إني أخوف أن يمسك عنام من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال رائم أنت عن آلهة يا إبراهيم لإن لم تنجد أرجر منك وهجرني مليا قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان ميح فيها واعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى أن لا أكون بدعاء ربي شكيا فلما اعتزلكم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إصحاق ويعقوم وقل لن جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمدنا وجعلنا لهم لإنسان صدق عليا وذكروا في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا وذكروا في الكتاب إدريس إنه كان صدقا نبيا ورفعناه مكانا عليا أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من درياة آدم ومن من حملنا مع نوح ومن درياة إبراهيم وإسرائيل ومن من هدينا وجتمينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن احقروا سجدا وبكيا فخلب من بعدهم خلقنا أطاعوا الصلاة واتبعوا الشاوات وسط يلقون غيا إلا من تام وآمن وعمل سؤالهم فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا جنات أدن للتي وعن الرحمن عباده من الغيب إنه كان وعده مأتيا لا يسمعون فيها لوا إلا سلاما ولهم رزق فيها مقرط واشيا تلك الجنة التي نورد من عبادنا من كانت فيها وما نتنزال إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلبنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا رب السماوات والأرض وما بينه ما فعبده واستمر بالعبادته هل تعلم له سميا ويقول الإنسان أيذا ما مثل سوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أن خلقناك من قبل ولم يكسيئا فورمك لنحشرنهم الشياطين ثم لنحذرنهم حول جهنم جثيا ثم لننسي عنا من كل من كل شيء أيهما شد عن الرحمن عتيا ثم لنحن علوم الذين هم أولى أولى بها شريا وإن منكم إلا واردها كان على رمك حتما مقضيا ثم لنجي الذين تقودروا الظالمين فيها جثيا وإذا تتلى عليهم آياتنا مينات قال الذين كبروا للذين آمنوا أي الفريقين خير ما قام وأحسن نديا وكم أهلكنا وكم أهلكنا قم لهم من قرن لهم أحسن وثاة ورئيا كل من كان في الضلالة وليمن له الرحمن مدى حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العدام وإما الساعة وسيعلمون من هو شر المكان وأضعف الجندا ويزيد الله الذي نهتنوهدا ولما أكيات الصالحات خير عند ربك تواما وخير مربا أفرعيت الذي كبر بآياتنا وقول لأوتينا مالا مالا وولدا أطرع الويم أمن تخذ إن الرحمن أهدا كلا سننتم ما يقول ونمد له من العذاب مدى ونريته ما يقول ويأتينا فردا واتخذوا من نون الله آلهة ليكون لهم عزا كلا سيغفرون بعبادهم ويكونون عليهم ضدا ألم در أن أرسلنا الشياغين على الكافرين تعزوهم أزا فلا تجعل عليهم إنما نعود لهم عزا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا لا يملكون شفاة إلا من اتخذ عند الرحمن أهدا وقالوا تقن الرحمن ولدا لكن جئتم شيئا إلا تقاد السماوات يتخطرنا منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما يمهل للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض لا آت الرحمن عبدا لقد أصواهم وعدهم عدا وكلهم آتين يوم القيامة وردا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لا يجعل لهم الرحمن ودا فإنما يسرناهم لسانك لتمشير منه المطاقين وتنير منه قوما لدا وكم أهلكناكم لهم من أحد أو تسمع لهم ركزا سواء الله عزيزيز